بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وزيادة الاعتماد على الاستثمار أطلقت سعودية رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 ولي العهد محمد بن سلمان قال إن طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب يعد من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية وأوضح أن الحصة التي ستطرح تقل عن 5% توقع أن يتجاوز التقييم الإجمالي لأرامكو تريليوني دولار وأضاف أن مجرد طرح 1% فقط من الأسهم سيكون أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية ولي ولي العهد قال إن السعودية تملك ثلاثة نقاط قوية لا تساعدها في تحقيق أهدافها تتمثل في الموقع الجغرافي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية أوضح أن جسر الملك سلمان سيكون أهم معبر بري في العالم أشار إلى أن تنفيذ الرؤية الاقتصادية للمملكة لا يحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة وأضاف كذلك أن السعودية يمكنها العيش في 2020 من دون نفط بحسب الرؤية الجديدة تخطط المملكة لإنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية تملكها الحكومة بالكامل في البداية ثم تطرح لاحقا في البورصة تهدف الخطة إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية وتنمية المنشآت السياحية وإنشاء مناطق حرة بالقرب من المطارات تحويل أصول لأراضي الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة لتطوير وحل مشكلات المدن البعد عن هذه الحقول هو السبيل لإنقاذ الاقتصاد السعودي هذا هو العنوان الرئيسي لرؤية السعودية 2030 التي تأمل الحكومة أن تحول البلاد التي تواجه أوقات صعبة وعجزا في الميزانية بعد انخفاض أسعار النفط مفتاح الخطة يكمن في شركة النفط العملاقة أرامكو الخطة الآن تتجه إلى طرح أقل من 5% من أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام ولكن هذا ليس كل شيء فقيمة الشركة تشكل حجر الزاوية في الصندوق السيادي الاستثماري الذي توجد أمال بأن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم الخطة التموحة التي تم إعلانها إذا نفذت فإنها قد تشكل نهاية لاعتماد الاقتصاد السعودي على مصادر النفط كمصدر أساسي للدخل ولكن هذه الخطة على تموحها ذلك فإن تنفيذها باعتراف الأمير الشاب الذي يحظى بمناصب مختلفة هنا لن يكون سهلا فالبعض يرى أن حجم التغيرات في هذه الخطة قد يواجه عقبات مجتمعية عند التنفيذ هناك التحدي الأكبر هو سرعة تأقلم من قبل موظفين الحكومة مع مجريات أحداث هذه الخطة لأنه لا بد من تهيئة جيل جديد من موظفين الدولة يتقبلوا سرعة هذه الخطة والتقليل من مستوى البيروقراطية البيروقراطية قد لا تكون التحدي الوحيد الذي سيواجه هذه الخطة في ظل تسارع وطيرة الأحداث في المنطقة لكن كل المؤشرات تؤكد أن السعودية لن تبقى على سابق عهدها ولكن مدى نجاح الخطة من عدمه يبقى الوقت هو من سيكشف عنه حنان عبد الرازق بي بي سي الرياض ننضم إلينا للنقاش من الرياض الصحفي الاقتصادي الأساد حبيب الشمري أهلا وسهلا بحضرتك ومن باريس الدكتور منصف شيخ روحه أسادة تمويل الدولي في المدرسة العليا للتجارة أهلا وسهلا بحضرتك دكتور منصف البداية من الدكتور منصف دكتور منصف إذا نظرنا إلى هذه الخطة بشكل عام الخطة تموح للغاية مفترض أنها تضع خطة متوسطة إلى طويلة الأمد الفكرة فيها هي الشفافية والرقابة سواء لأرامكو أو لوضع الخطة الاقتصادية تحت رقابة البنوك والعامة كيف ترى الخطة أولا بشكل أفقي اقتصادي اقتصاديا هذه الخطة هي لازمة لاستغلال السنوات المقبلة من طرف الشباب السعودي حتى يرى المستقبل غير مبني فقط على البترول لأن هذا غير مستقبل وهذا خيار هام جدا هناك إمكانيات هامة جدا لإنجاحه ولكن على الإخوان على القياديين في هذا الصندوق أن يتفادوا المخاطر التي وقعت فيها محاولات أخرى في بقية العالم وهذا ما بيّنه صندوق النقد الدولي الذي اهتم بهذه الخطة وأعطى رأيك خبير دولي وقال أن هناك نجاحات سابقة ولكن هناك إخفاقات سابقة وإن شاء الله هذه النجاحات تكون من حسيل هذا الصندوق ولذا لو تعطى لي الفرصة أقوله بعد هذا التدخل بعجالة النقاط التي تأتي بالنجاح والمخاطر التي يزم تفاديها في هذا الصندوق طيب سننظر إلى ما لها وما عليها بعد دقائق يا دكتور لكن أولا أستاذ حبيب الشمري هذه الخطة إذا ما نظرنا إليها لها بعد اقتصادي ولها بعد سياسي استراتيجي البعد السياسي الاستراتيجي ربما ما له هو أنه منظم ينظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الديمغرافية والاستراتيجية في المنطقة ما عليه من وجهة نظر ربما من ينظر إلى هذه الخطة بعين الموضوعية يرى أنه يعني يعتبر المملكة هي من يتحكم في المنطقة والأبعاد الديمغرافية لكن هناك حروب تدور في المنطقة المملكة ذاتها منخرطة في حرب في اليمن وهناك حرب قادمة في سوريا لا أحد يعلم متى ستلتأم هل هي خطة واقعية بالنظر إلى السياسة والديمغرافية والعسكرية نعم أحييكم أحيي الأخوة والمشاهدين أهلا وسهلا قدر السعودية أن تكون دولة كبيرة ومؤثرة في المنطقة وبالتالي هذا الوضع وهذا الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية هو ما يحفز على مثل هذه الخطط عندما تكون دولة عملاقة مثل المملكة العربية السعودية بالتأكيد حتى لو انخرطت في حروب هي تنظر للمستقبل الحروب هذه الأحداث التي تجري الآن هي أحداث آنية وبإذن الله قادرة على تجاوزها ولكن هذا لا يعني أن تتوقف الخطط الاستراتيجية والخطط التنموية بسبب ظروف آنية قدرنا في المملكة العربية السعودية أن يكون هذا العمق العربي والإسلامي يحملك أدوار أخرى إضافية مثل ما يحدث في سوريا أو مثل ما يحدث في اليمن وبالتالي هذا ربما يكون أحد الدوافع وليس أحد العقبات نعم النظر إلى تسليح وتصنيعه على الاعتبار أن هذا العام كان هناك أكثر من تقرير يا أستاذ ينظر إلى السعودية باعتبارها من الدول المتقدمة في مجال الدفاع العسكري تمويليا وضعها في المرتبة الثالثة حتى قبل روسيا في مجال ميزانيات الدفاع هل تعتقد أنه يضع ذلك السعودية في مرتبة أفضل إذا ما قامت هي بتصنيع أسلحتها باعتبار أنه ذلك مدرج في هذه الخطة نعم الخطة تحدثت عن موضوع التصنيع العسكري ليس بالضرورة أن تصنع السعودية كل عتادها العسكري في الداخل ولكن كما تحدث الأمير أن هناك خطة لتصنيع ما يقرب من 50% من الاحتياجات داخل المملكة يترافق مع هذا الموضوع الأمير تحدث اليوم عن موضوع الشفافية وقضية الإصلاح في الجهاز الحكومي والجهاز العسكري على وجه التحديد وتحدث عن بعض البذخ الذي يحدث في مثلا الكليات العسكرية أو في قواعد الطيران فالقضية تتعلق ليس فقط في التسليح وتأمين العتاد من الخارج هناك تأمين عتاد الآن سيجري تأمينه من الداخل بالإضافة إلى إصلاح بحيث أن يكون هذا العتاد العسكري الذي يتم استقدامه بالفعل هو من الأمور الضرورية ومما يحفز على تحديث الصفقات وأيضا تقوية الجهاز العسكري في المملكة العربية السعودية نعم مرة أخرى عودة إلى الدكتور منصف شيخ روحه ما لها وما عليها النقطة التي حضرتك أردت أن تثيرها يدخل فيها ضخ الموارد المادية في مقابل الموارد البشرية في السعودية يعني عودة إلى ربما تكرار أو تجربة خطة السبعينيات ولا سنرى خطة مغايرة يجب أن نرى خطة تذهب أكثر وأبعد من خطة الموارد الإنسانية البشرية والموارد البترولية لماذا؟ لأن اليوم سيدتي العالم ليس مفرق بين بلدان غنية وبلدان فقيرة العالم اليوم هو مفرق بين بلدان صاعدة أي هي ستصبح قوية جدا نتيجة سعودها أي مقدرتها على إنتاج الثروة الوطنية على البناء على أبنائها وبناتها لتكوين هذه الثروة وعلى التصدير أكثر من التوريد من النتائج الاستثمار العلمي والاستثمار البشري فنرى الصين ونرى البريكس يتقدمون بسرعة نحو أهدافهم التنموية ولكن في نفس الوقت نرى بلدان غنية ستدخل في طور طويل جدا من الضعف ومن البداية الفقر ونرى بلدان غنية لا تنتج ما هي في حاجة به فهذا يعطي للخيار السعودي الممتاز أهداف إضافية ما هي هذه الأهداف؟ هل المملكة العربية السعودية ستختار في المستقبل أن تكون ثروتها من النشاط الإنتاجي المبني على ذكاء النساء والرجال في المملكة العربية السعودية؟ أم هي ستبني ثروتها بالتعاون مع بعض البعد الإسلامي والعربي كما سمعنا فقط للتنويع وهو لازم أيضا في هذا البرنامج الخيار السعودي اليوم هل ستعطي السعودية ما أعطته الصين لنفسها لما قررت أنها ستصبح اقتصاد قوي جدا الصين تمثل اليوم 64% من الصناعات الصناعة تمثل 64% من اقتصاد الصيني بينما الصناعة تمثل 9% من الاقتصاد الأمريكي وتمثل 13% من الاقتصاد الأوروبي فاليوم العالم سيتغير بسرعة فهل البرنامج يرمي إلى شراء شركات أجنبية ستكون بمثابة استثمارات جديدة وأقول آنذاك حذر 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 لأن الاستثمارات سوف لن تدوم أو سيكون برنامج يبني على المقدرة الجيوستراتيجية للمملكة العربية السعودية وللمنطقة وهذه مقدرة قوية جدا وآنذاك يكون برنامج يرمي إلى أكثر من بيع الشركات وإدخال المال سيدتي كنت 11 سنة قيادة في بنك تونسي سعودي تشرفت به وتعلمت شيء واحد هو أن المال يجري دائما وراء الأفكار الجيدة ولكن الأفكار الجيدة لا تجري وراء المال طيب أستاذ حبيب هل علقنا على الأقل النقاط البارزة فيما استمعنا إليه النقطة الأولى المتعلقة بوضع أو ضخ الموارد المالية في مقابل عدم استقدام الكثير من القوى العاملة بل استثمار في أهل البلد يعني هل سنرى خطة مغايرة لنموذج السبعينيات المعتمد على العمالة الأجنبية أكثر من أبناء السعوديين رجالا ونساء كما استمعنا من الدكتور لا أعتقد الخطة تختلف تماما عن خطة السبعينيات هناك عنصر أساسي اليوم في خطة سعودية رؤية سعودية 20-30 يتعلق بالعنصر البشري ويتعلق برفع كفاءة الجهاز الحكومي ويتعلق أيضا باستثمار الإمكانيات الكبيرة التي استثمرتها السعودية في الابتعاث هناك الآن يدرس في الخارج أكثر من 100 ألف طالب وطالبة السعوديين وأكثر من 50 ألف عادوا إلى أرض الوطن وبالتالي الاعتماد على أبناء الوطن وأبناء المنطقة بشكل عام أعتقد أنه عنصر أساسي بالإضافة إلى العنصر الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات البرنامج الذي يعلن اليوم في الحقيقة هو ليس كما يتصور الزميل فقط صندوق سيادي أو يتعلق بطرح أرامكو البرنامج هو أبعد بكثير من هذا الموضوع يتعلق بقضايا تنموية وقضايا اجتماعية وأيضا تنشيط الاقتصاد المحلي وتفعيل إمكانيات كبيرة جدا تتعلق بالزخم العربي والإرث الإسلامي الكبير في المملكة العربية السعودية وبالتالي لا نستطيع أن نحصر فقط البرنامج في قضية صندوق أو في قضية طرح الشركة العملاقة أرامكو على الرغم من أهمية هذا الموضوع أعتقد أن العنصر البشري كان عنصر أساسي واليوم تحدثت الرؤية بأكثر من نقطة عن قضية العنصر البشري وضرورة التركيز على التعليم والاستثمار في التعليم من الواضح جدا أن هذه الخطة تختلف تماما عن خطة السبعينيات التي اعتمدت على البنية التحتية عندما لم يكن التعليم في السعودية منتشر عندما لم يكن الكوادر السعودية مدربة الآن الوضع مختلف وأعتقد أنه واحد من الأشياء التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار أن نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية أكثر من 60% وبالتالي هو مجتمع شاب ومتعلم والآن بدأ يدخل إلى سوق العمل وهناك جزئية أخرى تتعلق بتدريب من سيدخلون إلى سوق العمل ركزت عليها الرؤية بالتالي هذا الموضوع مختلف عن السبعينيات وسيعتمد بشكل مباشر على أبناء المملكة العربية السعودية والمنطقة كما جاء في موضوع الجرين كارد نعم هناك قرارات ربما رؤية فيها في الفترة السابقة سواء تعديلات حكومية أو قرارات لها علاقة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر هل لذلك علاقة بهذا المشروع من قريب أو من بعيد تعديلات اجتماعية مثلا محاولة لتهية المجتمع السعودي لرؤية جديدة تتفق مع هذه الرؤية المعاصرة العصرية الجديدة التي تدمج المجتمع السعودي في رؤية أقل تشددا ربما أكثر انفتاحا على ما يريده الأمير ما أعتقد أن هناك علاقة مباشرة فيما يتعلق بموضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر هيئة الأمر المعروف والنهي على المنكر حدثت أخطاء خلال الفترة الماضية جرى إصلاح الأمر بتعديلات جوهرية حصل هذا في مثلا إقالة وزير المياه قبل فترة أيضا حصلت أخطاء في الوزارة وتم التعديل قبل ذلك كان الموضوع في وزارة الإسكان ما أعتقد أنه بشكل مباشر الهيئة الأمر المعروف أنها المنكر جهاز حكومي يتبع للحكومة قادر الحكومة على ضبط هذا الإجراء وعلى حتى قضية الانفتاح بحيث تكون مناسبة للمجتمع والأمير تحدث اليوم عن قضية أن تكون متوافقة مع عادات وتقاليد المجتمع وأيضا الآن كثير من المجتمع السعودي أصلا مختلط في مجتمعات العالم ويسافر للخارج كثير لا أعتقد أن هذه القضية هذه تستخدمها بعض الأقطاب للصراعات أحيانا الداخلية وصراعات السياسية ليس أكثر مفهوم دكتور منصف شيخ روح السؤال التالي والأخير ربما هو عن المدة الزمنية المطروحة فيها هذه الخطة كيف تقومها باعتبار أن هذه خطة طموحة للغاية كما ذكرنا ومطروحة على مدايين مدى 2020 ومدى 2030 ممكن هذه الخطة في إطار هذين المدايين المتوسط الطويل سيدتي 2020 هو بمثابة البارحة في الجيوستراتيجية الدولية و2030 هو بعد غد لما ماليزيا قررت سنة 1980 تصور ماليزيا 2020 أي عام سنة 2020 كانت 40 سنة من قبل فهذا برنامج يتطلب الوقت وتكوين البشر يتطلب وقت سنغافورة قامت بنشاط كبير لتأهيل كل الناس سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لهذا الغرض فالمطلوب الآن هو أن نرى هذا القرار وهو إعلان معه برامج واضحة تبين ماذا ستقوم به الحكومة أو الحكومات في المنطقة وماذا سيقوم به قطاع المواطنين أي ما يسمى بالقطاع الخاص فإلى ما لم نوضح هذا ونفتح المجال أمام المواطنين حتى يكون جوجل جديدة في المملكة حتى يكون مصانع جديدة سابق شركة ممتازة جدا بمقدرتها أن تتحول إلى شركة تكون الأدوية المتطورة وهي ثاني شركة في العالم في ميدانها اليوم هذا من القوى التي ولكن نطلب الآن أن نرى هذا التعاون وهذا ما يسمى البعد العربي الإسلامي يدخل حيز التطبيق ونرى مثلا جامعة الدول العربية التي لها ذراع اقتصادي وهو نائم تماما موجود في الرباط في المغرب يجعل اجتماعات الجي توني بمثابة فتح باب لكل هذه المنطقة عن طريق الوجود الممثل المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية تبدأ أقوى وكل المنطقة تبدأ أقوى في صندوق النقد الدولي في البنك الدولي وخاصة في الأسواق الدولية فالوقت قصير من المفروض أن يتواصل للمملكة توضيح هذه الرؤى لشعبها أولا لشبابها وظفنا في باريس أخيرا دكتور سعودي ممتاز جدا يدرس معنا وهذا يعطي الانتباع أن التحول واضح في المملكة ولكن الآن مفروض أن التخطيط يأخذ الوحدة دكتور منصف شيخ روحو أسادة تمويل الدولي في المدرسة العلية للتجارة في باريس أشكرك شكرا جزيلا وجزيل الشكر للصحفي الاقتصادي من الرياض لأسادة حبيب الشمري شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر